موسيقى سوف يكون هذا الدرس مرفوقا بالصور وكذلك في نهاية الدرس سوف أعطيكم تمرين سوف تجيبون بصحيح أم خطأ ثلاثة أسئلة سوف أعطيكم نص مرفوق بثلاثة أسئلة سوف تختارون الجواب الصحيح صحيح أم خطأ فري أو فو donc on va commencer وسيلة نقل الأولى هي الصيارة لَا مَتنِي الصيارة نقول أم خطأ أم خطأ سوف تختارون الجواب الصحيح سوف أم خطأ وسوف تختارون جواب هناك دبيتة مارسل سوف يقول للم شرك سوف أم خطأ سوف أم خطأ سوف أم خطأ Donc le premier moyen du transport c'est la voiture La voiture en voiture Je vais à Marseille en voiture Je viens ici en voiture L'autre moyen du transport, le deuxième Le deuxième moyen du transport c'est le taxi Le taxi, c'est un peu plus clair Vous pouvez le faire C'est le taxi C'est le taxi En taxi, il va au travail en taxi Il vient ici en taxi Il vient ici en taxi Il vient ici en taxi C'est le taxi إذا كنت متقدم في اللغة الفرنسية فلا داعيات لمشاهدة هذا الفيديو لا تضيع وقتك في مشاهدة هذا الفيديو لأنه مخصص للمبتدئين في اللغة الفرنسية الآن سنتقل إلى يسمع لأنه يقول.. ماترو هذا هو ماترو يقولي يقول يقول.. نذهب إلى تور إفل على مطنع المترو يأتي هنا في المترو سوف ننتقل الآن إلى الشاحنة هذه هي صورة الشاحنة نذهب إلى العمل نذهب إلى العمل إلى مقاري العمل على مطنع الشاحنة نذهب إلى الشاحنة نحن نأتي إلى هذا المكان على مطنع الشاحنة لكم يوميا نذهب إلى الشاحنة نذهب إلى الشاحنة نذهب إلى الشاحنة هذه هي صورة أخرى الكثير منكم يستعملها يوميا في قضاء أغراضي الشخصية والذي تنقل في داخل المدينة وهو هذه هي الحافلة الكثير منكم يستخدم الحافلة في قضاء أغراضي الشاحنة مثل الدهاب إلى المدرسة أو تنقل داخل المدينة في قضاء أغراضي الشاحنة هذا المدينة في قضاء أغراضي الشاحنة في قضاء أغراضي الشاحنة فاولة في السنة او آنه في سنة ان تحصل لسنة سنة بعد ما منزل المحمول منزل متنقل ما منزل مخرج يستخدمها يستخدمها البعض بالأم والأم والأم بالأم والأم والأم المنزل المتنقل 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 لأري Grandma بالأريض نذهب إلى بارس في رمض الأرازم سأرى أراج إلى بالأريض لأريض جاله لأريض resource سأرد أرو أراج إلى الجحيم سأرار أرج skirts بتح Mot هذه وسيلة أخرى من وسائل نقل والتنقل التي نشاهدها كثيرا في الرسوم المتحركة أما في الواقع فنظر ما نراها إلا في التلفاز تنتين يذهب إلى القمر على المتحركة يذهب إلى هذا المكان على المتحركة تنتين يذهب إلى المتحركة تنتين يذهب إلى المتحركة هذه وسيلة أخرى من وسائل تنقل على المتحركة نحن نذهب إلى المتحركة نحن نأتي إلى هذا المكان على المتحركة إذا كنتم قد ركبتم ها الباخرة أو إحدى هذه الوسائل من وسائل النقل والتنقل فاكتبوا اسم الوسيلة التي ستستخدمونها كثيرا وكتبوها في أسفل التعليقات إن كنتم قد ركبتم في الطائرة فاكتبوا الطائرة أسفل الفيديو في مكان التعليقات هذه الباخرة هذه وسيلة أخرى من وسائل نقل والتنقل المستخدمة بكثرة داخل المدن وهي دراجة النارية الدراجة النارية على متن الدراجة النارية يمكنك أن تستخدم إذا كنت تريد أن تقول على متن الدراجة النار يمكنك أن تستخدم أموتو أو أموتو هناك اختيارين ذهبوا إلى باريس على متن الدراجة النارية هذه صورة الدراجة النارية سنتقل الآن إلى الدراجة الهوائية التي تستخدم كذلك بشكل كثير في المدن وكذلك في القرى يمكنك أن تقول أموتو أو أموتو إنه يذهب إلى الثانوية على متن الدراجة الهوائية سوف يأتي إلى هذا المكان على متن الدراجة الهوائية الآن سنتقل إلى وسيلة أخرى من وسائل النقل التي نادرة ما نراها في التلفاز في الأفلام الأمريكية وهي الغواصة كما تشاهدون في الصورة الغواصة تتنقل أسفل الماء لسو مارين هذه الغواصة سو مارين ان سو مارين هو على متن الدراجة الهوائية إنه يقوم باستكشاف المحيط عبر الغواصة إنه يأتي إلى هذا المكان على متن الغواصة هذه هي صورة الغواصة إذا كنتم قد سبق لكم أن رأيتم الغواصة في الأفلام الأمريكية أو في التلفاز فاكتبوا لنا ذلك في التعليقات سوف ننتقل الآن إلى آخر وسيلة من وسائل النقل التي يستخدمها 98% أو 100% من البشر وهي السير على الأقدام السير على القدمين التنقل بالمجي لبي أبي لبي أو أبي لبي هو القدمين أبي عن طريق القدمين وزالي أكوليج أبي أنتم تذهبون إلى وزالي أكوليج أبي أنتم تذهبون إلى الثانوية على متعب بالرجل بالسير على القدمين أبي أنتم أتيتم إلى هذا المكان ماشيا أتيتم ماشيا بالأرجل إلى هذا المكان أبي 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 بشكل متماعين وأحاول أن تجيب على الأسئلة سوف أعطيكم دلاتة أسئلة سوف أتجيب هنا بصحيح أبي 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 سيارات انتدهبا إلى مقاري عملها على مطنع سيارات الوجرة مدام لوزيل سرونت toujours au travail en voiture لكن aujourd'hui sa voiture est tombée en panne بمعنى أن سياراتها تعتلت لطريدوهن تشتغيل Il a décidé d'y aller en taxi. Son fils Paul déteste aller à l'école en taxi ابنها Paul يكره لا يحبب الذهب إلى المدرسة على مقاري سيارات الوجرة Son fils Paul déteste aller à l'école en taxi Il préfère prendre le bus يفضلوا الذهب على مقاري الهفلا Paul ne peut pas prendre un bus scolaire comme dans les écoles privées Paul لا يستطيعوا الذهب إلى المدرسة على مقاري في المدرسة كما في المدرسة في المدرسة المدرسة في المدرسة كما في المدرسة في المدرسة في المدرسة كما في المدرسة 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 في المد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إذا كان قد نال إعجابكم فلا تنسوا أن تشتركوا في القناة لتتوصلوا بالمزيد من الدرس وكذلك أن تقوموا بالضغط على الزر لايك وأن تترقبوا الدرس المقبلة إن شاء الله سوف نقوموا بنشر المزيد من الدرس في اللغة الفرنسية ستكون دروس مختلطة فيها فيما يتعلق بالتصريف الأفعال وشرح القصص سوف أأتيكم بقصص قصيرة للمبتدئين سوف أركز على الفئة المبتدئة في اللغة الفرنسية لأنهم يشكلون الغالبية العظمى في تعلم اللغة الفرنسية وهكذا أقول لكم ودعا إلى درس اللحة شكرا